موسيقى كيف سقطت مجيرية الحشى بالضالع في قبضة ميليشيا الحوثي بعد ثلاث سنوات من تحريرها لماذا تقف الشرعية والجيش الوطني والتحالف مكتفي لأيدي إزاء هذا التهاوي المتسارع للمناطق المحاذية للجنوب تعود المعركة إلى 2015 وإشتاح الحوثي الجنوب أهلا بكم يستمر تقدم الحوثيين في جبهات القتال وإسقاطها واحدة تلو الأخرى بينما يفترض أنهم الطرف الأضعف عسكريا بالنظر إلى خسائرهم في الحرب والحصار المفروض عليهم وإمكانية الطرفين منذ تفاهمات السويد أواخر العام الماضي توالت انكسارات الجيش والمقاومة بدءا بحجور مرورا بالبيضاء ووصولا إلى مناطق التماس بينما يعرف بشطري اليمن قبل الوحدة وسط حالة من الخذلان تعيد التذكير بأحداث الشرارة الأولى للمقلاب قبل التدخل العسكري للتحالف عندما توالى سقوط المحافظات بأيدي الميليشيا وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن فهل سيتم تسليم الشمال للحوثيين والجنوب للانتقال وإفقى رؤية لعبين كبار؟ وماذا وراء الصمت الشرعية والتحالف إزاء هذه التطورات؟ ميليشيا الحوثي تطرق أبواب الجنوب عبر بوابة الضالع هكذا يبدو المشهد بعد ثلاث سنوات من تحرير المحافظة بعيد تمكن ميليشيا الحوثي من السيطرة على منطقة دوران مركز مديرية الحوشة بعد ساعات من سيطرتها على مناطق واسعة في المديرية السيطرة جاءت بعد معارك عنيفة بين المقاومة والميليشيا سقط على وقعها العديد من القتل والجرحى وبعد أيام من سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق شمال قعطبة والعود وجنوب دمت وتأتي سيطرة الميليشيا على الحوشة بعد تمكنها من قطع إمدادات المقاومة في منطقة الزقمة حيث الطريق العام الوحيدة التي تربط الضالع بمديرية الحوشة وتكمن أهمية المديرية التي تقع جنوب غرب محافظة الضالع في كونها تربط محافظتي إبوة عز بمحافظة الضالع كما تشكل منطلقا لميليشيا الحوثي للتقدم نحو مناطق جنوب البلاد على الجانب الآخر تكمن مأساة أخرى حيث تسببت الحرب في نزوح العديد من سكان القرى جراء المعارك ما ضاعف من المعاناة الإنسانية التي يجابهها السكان هناك نداءات المقاومة للحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي بسرعة إمداد المقاومة بالسلاح ودعمها في معاركها ضد الميليشيا لم تلقى استجابة تذكر وما عده مراقبون استمرارا للخدلان الذي تمارس الحكومة والتحالف بحق المقاومة الشعبية وهو الأمر الذي سرع من وطيرة سقوط المناطق تلو الأخرى بأيدي قوات الميليشيا إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ جلال الصمدي وهو إعلامي من عدن عبر الأقمار الإصطناعية وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة بداية المساء الخير أستاذ جلال مساء الخير عليك ومساء الخير على أهلا بك جلال بداية نود منك أن تضعنا في صورة آخر المسجدات في مديرية الحشة أين وصلت الميليشيا بالضبط تسمعني في البداية أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الأكارم وسلام على مقاومة الحشة وسلام على مقاومة حجور ولا عزاء لمن خذل هذه المقاومة خذل مقاومة المنطقتين في الحشة وفي آحجور طبعا سأشرح لك الوضع بالمختصر المفيد بإمكانات شحيحة وبسيطة ظلت مقاومة الحشة لمدة شهرين تقاوم هذه الميليشيات رغم العدة والعتاد والفارق الكبير بين هذه الميليشيات وكذلك المقاومة المقاومة لشهرين استمرت تقاتل بسلاح شخصي آلي وكذلك الذخائر بعد أن نفتت الذخيرة وكذلك قلة الدعم وعدم وجود دعم من قبل التحالف العربي رغم النداءات والمطالبات والمناشدات المستمرة والمتكررة من قبل قيادة المقاومة في المديرية ولكن لا يسمعنا أحد نادينا كثيرا والمقاومة اليوم سطرت أروع الملاحمة البطولية ضد هذه الميليشيات فلشهرين استمرت تقاوم بسلاح شخصي وكذلك عدم وجود الدعم الكامل وعدم وجود أيضا التحمل المسؤولية من قبل الشرعية وكذلك قيادة المنطقة الرابعة وكذلك التحالف العربي رغم أننا ناشدناهم كثيرا والمقاومة تناشدهم كثيرا بدعم هذه الجبهة وأعتقد أن التحالف العربي وكذلك القيادة قيادة الحكومة الشرعية لا يدركون الأهمية الاستراتيجية لهذه المديرية أولا كونها تربط أيضا محافظة الضالع ومحافظة إب ومحافظة تعز وباعتبارها منطقة عبور إذا استطاعت المليشيات أن تسيطر على هذه المديرية تستطيع أن تضرب بعض المناطق كقاعدة العند وكذلك منطقة الضالع وكذلك حتى تصل عدن إذا كانت لديها صواريخ باليستية تستطيع أن تضرب عدن لأن القبال المرتفعة والمطلة على هذه المدن على مدينة الضالع تستطيع المليشيات الآن تضرب وببساطة إذا وصلت إلى باقي القبال المحيطة التي لم تسيطر عليها حتى هذه اللحظة هي سيطرت على مركز مديرية الحشاء يعني المركز المديري الضوران فقط ولا زالت هناك المقاومة أيضا تطلب الدعم حتى هذه اللحظة ولكن لا استجارة ما مصير هذه المطالبات أستاذ جلال يعني المنشدات متكررة أطلقها أبناء الحشمذو أكثر من شهر تقريبا ما مصير كل هذه النداءات والله أستاذة العزيزة المصير واضح يعني لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا رغم مطالبنا المشروعة أيضا بالدفاع عن المديرية دافعنا عنها لمدة شهرين متتاليتين ولكن لا يمكن وطالبنا كثير واتصلنا كثير يعني بقيادة الألوية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وكذلك التحالف هم لا يسمعون أحد يعني وسقطت مديري مركز مديري الضوران بعد شهرين من المقاومة الشرسة رغم العدة والعتاد لما تمتلك المريشة تمتلك سلاح دولة ونحن نواجههم بسلاح شخصي آلي ولكن هذا لا يمنعنا أن نظر نقاوم حتى هذه اللحظة يقاومون في المديرية رغم أنها سقطت يعني سقطت وهذا السقوط قد لا يعني نهاية الأمر فإذا دعمنا التحالف قد نستطيع استعادة هذه المنطقة هل هناك أي ردود أستاذ جلالي هذه المناشدات هل يعني على الأقل وعود أي شيء أم أنهم لا يستجيبون بالمرة بالعكس أستاذتي هم لا يستجيبون حتى هذه اللحظة سأكون صريحا مع الكل حتى يعرف التحالف العربي أن هناك خذلان واضح من قبل التحالف العربي وكذلك قيادة الشرعية لماذا لا يدعمون من أول أمر ونحن نناشدهم منذ دخل الحوثيين إلى هذه المنطقة ونحن نناشدهم ونطالبهم بتعزيز القبهات لا نريد منهم يعني حتى الطيران طيران التحالف العربي عندما نشدناه كثيرا نشدناه بضرب تعزية الحوثيين رغم يعني مشاهدتها ووضوحها في المنطقة يستطيع التحالف العربي أن يضرب هذه التعزيات حتى لا تصل إلى الحوثيين ولكن لا نجد آذانا صاغية لمطالبنا المشروعة في الدفاع عن مديريتنا ولكنها سقط الآن وهذا لا يعني سقوط مديرية الحوشة بالكامل يعني المقاومين قد ينهضون في أي لحظة خلصا إذا وصلت التحالف ودعم التحالف هذه الجبهة سنستطيع العودة ومن جديد وسنقاوم وسنخرج الحوثيين لأن الحوثيين ليس لهم حاضن في هذه المديرية وليس لهم حاضن أيضا في الضالع بشكل عام وكذلك وجه أن التحالف القوة الجنوبية صراحة دعمتنا منذ أول لحظة ولكن عندما قطع الحوثيين وسيطروا الحوثيين على منطقة الزقمة في الحوشة وهذه كانت المنطقة الرابعة والخط الواصل بين الضالع ومديرية الحوشة عندما استطاعت الماليشيات أن تقطع هذا الخط انقطع الدعم والمدد من قبل المقاومة الجنوبية إذن هل يمكن القول بأن الحوشة الآن سقطت بسبب هذا الخذلان؟ بالتأكيد استاذنة العزة هذا الأمر واضح جدا التحالف لم يدعمنا وكذلك استمر قبهة الحوشة قبهة واسعة ومفتوحة ولذلك توقف بعض الجبهات شوفي الأسباب هذه التي أدت إلى سقوط الحشة أولا أنه كانت القبهة الحشة قبهة واسعة ومفتوحة وليست محصورة في منطقة معينة ولذلك الماليشيات تسيطر على ماوية يعني من الجهة الأخرى وكذلك تسيطر على قبهة الضالع يعني خطة للضالع ولذلك نحن محصورين وقعنا في منطقة كماشة كماشة من اليمين وكماشة من الإسار والمقاومة تسطر أعظم الملامح لمدة شهرين يعني بسلاح شخصي وكذلك الذخيرة يأتون بها من البيوت يعني التحالف لم يستطيع مدنا منذ كان الخط مفتوح ما دور قيادة المنطقة الرابعة ما دور الجيش بالتحديد يعني أين موقع من كل ما يحدث هل فقط استقل على المقاومة والله أستاذتي العزيزة نحن في الحشاء بصراحة كان هناك تواجد للعقيد فضل النميري هذا منذ بداية الدخول الحوثين إلى المنطقة هذا التعزيز الوحيد الذي وصل من الجيش الوطني هو العقيد فضل النميري وآخرين من الجيش الوطني هذا التعزيز قد يعني كان هو دباء يعني مدرعة وطقمين فوق همدوشكة هذا الدعم هو الدعم الوحيد الذي وصلنا من الجيش الوطني من الضالة طبعا غير هذا أتحدى أي إنسان يقول أن هناك دعم وصل إلى الحشاء في شهرين متتاليين والمقاومة هي من تدافع عند المديرية بسلاحة شخصية وذخائر من البيت فكيف نستطيع أن نقاوم دعم للمدة شهرين يعني بالمختصر المفيد الحشاء مديرية الحشاء سقطت بفعل التخاذل وكذلك عدم دعم ووصول الدعم في الوقت المحدد عندما طالبناهم بالدعم عندما كان الحوثيين عدم في أطراف المديرية وكذلك طالبناهم عندما وصل الحوثيين إلى الزقمة وقطعوا خطة الإمداد وكذلك نطالبهم اليوم والحوثيون قد أسقطوا مركز مديرية الحشاء ما هو التفسير الجلالي ما يحدث؟ هل يعقل أن تترك المناطق بهذا الشكل تسقط واحدة تلو الأخرى؟ ما هو التفسير لكل ما يحدث؟ والله أستاذة العزيزة لا أعرف ماذا تفكر الحكومة الشرعية وماذا يفكر التحالف العربي بإسقاط هذه الجبهات الواحدة تلو الأخرى طبعا الحوثيين الآن يرمون بثقلهم على الضالع طبعا الضالع اليوم أعتقد أنها الجبهة الوحيدة المشتعلة وكذلك جبهة كرش وكذلك جبهة يافع الآن يعني الحوثيين انسعبوا من بعض جبهات الحديدة إلى هذه الجبهات فهناك سبب واضح أكيد سيكون سبب واضح ولكن لا أعرف ولا أريد أن أستفق الأمور ما هو السبب المخفي وراء كل هذه التحشيد الماليشيات على الجبهات الحدودية للحدود تسعين نعم إذن من هي الجهات التي قمتم بمطالبتها للدعم أستاذ جلال هل تم التوجه لقادة الألوية للجهات العليا المنطقة الرابعة أيضا الرئاسة الحكومة لمن تقدمتم بكل هذه المطالبات؟ في البداية تقدمنا بدعمنا أولا للتحالف العربي باعتباره القادر والقوعة أيضا على دعمنا وثانيا للحكومة الشرعية وقيادة المنطقة الرابعة باعتبار الضالع يعني منطقة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وكذلك طالبنا بعض القيادات يعني قيادات الألوية الموجودة في محافظة الضالع وكذلك لبوا النداء في المحافظة الضالع المقاومة الجنوبية مشكورة لبت النداء في بداية الأمر ولكن بعد أن قطع خط الزقمة وسيطرة الماليشيات على هذا الخط لم تستطع المقاومة الجنوبية يعني هناك اشتباكات حتى هذه اللحظة تدار بين المقاومة الجنوبية والماليشيات الحوثية على الحدود يعني في منطقة حجر ولكن يعني حتى هذه اللحظة لم تصل دعم وقد سيطرت الماليشيات على مركز المديرية وكذلك نطالب أيضا التحالف العربي الآن عدى الأمر في بداية الأمر يمكن إذا وصلنا الدعم يمكن أن نقوم بالدفاع عن المديرية وإخراج هذه الماليشيات باعتبار أن الماليشيات لاحظن لها في اليمن وكذلك لاحظن لها في مديرية الحسار نعم برأيك أستاذ جلال لما لا يتحمل قادة الجيش مسؤولياتهم إذا هذه المنطقة الاستراتيجية بدءا من رئيس الجمهورية إلى علي محسن المقدشي قيادة المنطقة الرابعة لما يتصرفونه كأن الأمر لا يعنيهم والله هناك بيان أصدرته المقاومة الشعبية في مديرية الحشاء بهذا الخصوص بخصوص أن اللهنة تحمل التحالف وكذلك قيادة التحالف العربي ورئاسة الجمهورية وكذلك قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بسقوط مديرية الحشاء لأنهم لم يدعومهم في الوقت الذي كنا نريد الدعم ولا أعتقد ما هي الأسباب التي جعلتهم لا يدعمون بهذا وحتى الطيران التحالف العربي طالبناهم مرارا وتكرارا بضرب تعزيزات المليشيات الحوثية رغم وضوحها يعني رغم وضوح هذه التعزيزات في وضع النهار يمكن للتحالف العربي أو يطيار بوجه الخصوص يمكن أن يضرب هذه التحزيزات وكان يمكن أن يعطينا الوقت أيضا لنسترب أنفسنا أولا وكذلك ليعطينا الوقت لاستعادة ما تم فقده من المقاومة الشعبية نعم إذن لو تسألنا عن ضربات التحالف هل هناك أي تحليق للطيران هل هناك أي ضربات أي شيء يوحي بأنهم مطلعون على سير المعركة أستاذة العزيزة لا أعتقد أن التحالف يغيب على مثل هذه المعارك يعني مديرية الحشة مديرية استراتيجية وموقعها استراتيجيها طبعا هي تطل ويع المسيطر على هذه المديرية الآن أيضا سأطلعك على موضوع أن المليشية الآن تحشد من جهة موية باتجاه الأزارق وهي المديرية التي تقع عن الجبال الحشة هي تطلع على مديرية الأزارق وهي الأول منطقة لمحافظة الضالع يعني بأي لحظة قد يدخلون إلى هذه المديرية يعني التحالف أعتقد كان لا يدرك الأهمية الاستراتيجية والهامة لمديرية الحشة وجبالها المرتفعة والمطلة على العديد من المناطق منها محافظة لاحج وقاعدة العند الجوية يستطيع الحوثي إذا سيطر على بعض الجبال التي لم يسيطر عليها حتى هذه اللحظة يستطيع أن يضرب قاعدة العند الجوية باعتبار أنه يمتلك صواريخ باليستية وصواريخ بعيدة المدى حتى الآن نعم إذن أود أن أسألك عن وضع المناطق التي دخل إليها الحوثيون يعني ما مدى الانتهاكات التي يتم مارستها ما الذي يقومون به أثناء دخولهم أي منطقة كما تعرفين أستاذ العزيزة وكما عملوا في حجور أكيد بالتأكيد لكن هناك في حتى هذه اللحظة لم يكن لم يوجد أي شيء وفقط قاموا بعض تغيير مدير المديرية بواحد محصوب إليها من أبناء المديرية هذه التي فعلواها حتى الآن ولكن لا نعم نمكرهم في اللحظات القادمة لا نعلم على ماذا يخططون وماذا يريدون أن يفعلهم في أبناء المديرية وخصصا المقاومة وكذلك أن أبناء المديرية الحوشة يعني بصراحة يرفضون هذه الجماعة ويرفضون أيضا سيطرتها على المديرية بشكل واضح وكبير جدا ولا نعلم ماذا ستصنع هذه الميليشيات عندما سيطرت على هذه المديرية والأيام القليل القادمة أو الساعة القليل القادمة سنعرف ماذا تخطط نعم يعني أود أن تطلعنا أيضا ما هي المناطق المتبقية أو التي يحاول الحوثيون الوصول إليها وهناك اشتباكات حتى يعني نطلع الرأي العام على مدى ما تقوم به المقاومة من استبسال في جبهات القتال هناك الآن سيطرت هي على مركز المديرية دوران هناك قبل مرتفعة كجبل وعل وجبل علمان الذي كان سابقا قاعدة عسكرية وكذلك أيضا قبل المسوام هذا المطل الذي يستطيع الحوثي إذا سيطر عليه يستطيع أن يضرب قاعدة العدل الجوية وللأسف الشديد هذه المناطق حتى هذه اللحظة لم يصل إليها وإذا وصل إليها ستكون هنا الكارثة هل ما زال هناك تحشيد من قبله يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام كان لدينا حلقة وعلمنا بوجود العديد من التحشيد والإمدادات التي تصل إلى مناطق الاشتباكات دون للأسف اعتراضها من قبل طيران التحالف هل ما زال هذا الأمر مستمر حتى اللحظة؟ مستمر بالفعل مستمر وكثير جدا طبعا هم يدعمون بالتعززات عن طريق محافظة أبوى الرضمة وكذلك الوصول إلى قرية منطقة المشهد ووصولا إلى منطقة الدخلة وبعدها ضوران طبعا التحشيدات مستمرة وهم يحشدون الآن القوى لمهجمة أيضا يحشدون من باتجاه ماوية باتجاه تعز يحشدون لدخول الأزارق وهي المنطقة الجنوبية المديرية الجنوبية الأولى بعد الحشاء نعم هل تتوقع بأنهم سيستمرون؟ هم يحشدون بهذا الاتجاه هناك من يقول سيد جلال بأن المسألة هي فقط مسألة حدودية ستقف عند حدود 94 الشطرية وصمت التحالف لا يفسر في هذه الحالة هل فعلا هناك من يقول أن هناك اتفاق عمليا لسيطرة الحوثين أو تسليم الحوثين مناطق الشمال حتى حدود 94 ما رأيك؟ والله أستاذتي لا أعتقد هذا بفعل أن المقاومة الجنوبية دعمتنا من أول وهلة منذ دخول الحوثيين إلى الحشاء دعمتنا بشكل واضح جدا يعني لا أعتقد أن هذا الأمر ولكن هذا الخيار مطروح إذا الحوثي استطاع السيطرة الآن على بعض المناطق الحدودية ككريش وكذلك منطقة الحشاء والعود وحمى كومريس وكذلك منطقة الحد في منطقة يافع إذا استطاع الحوثي السيطرة عليه على هذه المناطق والتوقف هناك فأعتقد الأمر واضح جدا يعني لا نكذب على أنفسنا إذا استطاع إذا وصل إلى هذه المناطق وتوقف عند هذه المناطق فالأمر واضح جدا يعني قابل حرود تسعين نعم إذن يعني بهذا الحال أستاذ جلال يعني المقاومة تحاول بقدر ما تستطيع وهناك صمت غريب من قبل الشرعية والتحالف ما الذي يمكن عمله في ظل يعني اللامبالاة التي تمر بها هذه المواجهات وخاصة ما يمر به أبناء المقاومة الصوت استمعت إلي الصوت أستاذتي لم أسمع الصوت واضحا نعم الصوت لا أسمع الصوت الآن تسمعني لا أسمع واضح والله سأحاول أن أرفع صوتي هل تسمعني الآن جيدا الصوت غير واضح هناك مشكلة في الصوت نعم إذن يوسفنا عدم سماعك يعني أتمنى أن يتم تدخل الفريق الفني لديك حتى تعود إلينا جلال كما شاهدتم وتابعتم مشاهدين الكرام هناك خذلان حقيقي من قبل الشرعية والتحالف للمناطق التي تسقط واحدة طلوة أخرى دون تفسير أو تبرير أو حتى ظهور للشرح أمام الناس ما الذي يحدث عمليا خاصة بعد اتفاق استوكولم هل تسمعني الآن جلال أيوة أسمعك واضح نعم كنت سألتك جلال عن ما الذي يمكن للمقاومة أن تقوم به وهي تحاول جاهدة صد كل هذا الهجوم لمليشيا الحوثي وتسقط المناطق واحدة الأخرى في ظل لا مبالات الشرعية أستاذة العزيزة إذا وصلت دعم إلى مقاومة الحشاء نستطيع وتستطيع المقاومة إعادة ترتيب نفسها وإعادة الجبهة الداخلية لها وكذلك الهجوم على المليشية الحوثي باعتبارها أنها لم تسيطر على الحشاء كاملة يعني حتى ممكن أن تكون المقاومة في منطقة أخرى في منطقة التي لم تسيطر عليها المليشية الحوثية ولكن ينقصنا الدعم أنا أطالب أولا بالدعم كي أبدأ بالهجوم والدفاع عن المديرية لكن إذا خذلنا التحالف وخذلتنا الشرعية وعدم وجود دعم لا نستطيع أن نفعل شيء هذه هي الحقيقة أما الدعم إذا وصل هو ينقصنا الآن في لوقت الحال الدعم بالرغم أن مديرية الحشاء ضحت بالكثير وحتى الآن يصل إلى أكثر من 300 شهيد في مأرب وفي شبوى وفي أفضالع وفي معظم المناطق وفي تعز وفي الحليدة الحشاء كانت ولم تزل تكن منها هي السباقة بإرسال أبنائها للجبهات للدفاع عن الشرعية والدفاع عن الوطنية والعرض والدين نعم إذن في ظل انقطاع الإمداد أو نقطة الإمداد التي كانت تصلكم من المقاومة الجنوبية هل تشعر بعض المناطق التي لم تصل إليها مليشية الحوثي بعد بأنها محاصرة كما حدث في حجور سابقا؟ أم أن هناك خطوط يمكن دخول الإمداد عليها؟ الآن الحشاء محاصرة بالفعل الآن الحشاء محاصرة يعني الخطوط الرئيسية للواصلة بمحافظة الضالع مقطوعة وكذلك الخط الرابط بين محافظة أب تسيطر عليها المليشيات الحوثية وكذلك الخط الرابط بين مديرية الحشاء وتعز تسيطر عليه أيضا المليشيات الحوثية ولكن هناك خط وحيد ولكن طرق صعبة وهي طرق غير رسمية ولكن إذا كان هناك إيجادة أو أمور جادة من قبل التحالف والشرعية بدعم هذه مديرية الحشاء بالسلاح والعدة والعتاد يستطيعون الوصول إليها بأي طريقة؟ قاع عن طريق الإنزال الجوي عبر الطيران التحالف العربي أو عن طريق دعم الشرعية من الناطق المجاورة لها كالأزارق وجحاف وعن طريق فرعية نعم إذن يعني في ظل الحصار الذي تتحدث عنه أضف إلى نقص الإمداد العسكري أستاذ جلال بالتأكيد هناك حالة إنسانية تتشكل جراء ما يحدث يعني بالتأكيد ما هو مصير المدنيين من الأهالي النساء الأطفال كبار السن الذين لم ينخرطوا في المقاومة بأي حال ما الذي يمكن أن يحدث لهم في ظل كل هذه الاشتباكات؟ حتى الآن وصلت أعداد النازحين من مديرية الحشة إلى ألف وخمسمائة أسرة نازحة وهناك أيضا سجلات موجودة معنا في هذا الخصوص وكذلك وجود بعض النازحين في بعض المحافظات المجاورة كمحافظة أبو ومديرية الضالع والحسين والشعيب والأزارق يعني لكن النزوح الآن يعانون من الأمرين أولا قطع الخطوط يعني لم نستطيع الخروج من المديرية والمليشيات تقصف بعض المناطق بصورة عشوائية بالله مدافع الهاوم بالدبابات تقصف هذه المناطق بدون أدنى رحمة وبالقصو كما حصل في الدخلة وكذلك بعض المناطق الآن في دوراني يعني المليشيات وصلت إلى هذه المنطقة ولا نعلم ما الذي سيحصل للأسر وكذلك المدنيين الذين لم يدخلوا للمعارك وخصوصا أنهم كانوا يؤيدون المقاومة لا نعرف ماذا ستعمل لهم المليشيات في الساعات القليلة القادمة وخصوصا أنها من أول وهلة منذ أن دخلت المديرية قامت بتغيير مدير ناحية المديرية هناك أيضا خطورة الوضع بالنسبة لأمراض الكوليرا المنتشرة بالإضافة إلى الوضع الإنساني الآن وأناشد المنظمات الإنسانية ومنظمات حق الإنسان بفعب القيام بواجبها تجاه أبناء المديرية النازحين اليوم في مديرة الحشاة يعني نقص في الإمجاد الغدائي ونقص في المواد الدواء ونقص في مياه الشرب يعني قد كان أولا الفقر المدقع الذي يعاني منه أبناء المديرية بالإضافة إلى هذه الكارثة التي حلت عليهم وسيطرة الماليشية على مركز المديرية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية ونطالب كذلك التحارف العربي والقيام بدورهم تجاه أبناء هذه المديرية نعم يعني تحدثني جلال عن ألف وخمسمائة أسرة يعني عدد غير قليل بالمرة يعني قلت بأنهم أصلا يعانون من فقر مدقع منذ السابق والآن بالتأكيد الوضع سيكون أسوأ وخاصة أنهم ينزحوا لمناطق لا تعد يعني مناطق غنية أو مناطق يمكن لأهل هذه المناطق أن يستضيفوهم أو يعينوهم فبالتالي يعني ربما مأساة فوق مأساة هل هناك أي تواجد لأي منظمة سواء راصدة حقوقية إغاثية أي شيء من هذا القبيل أستاذة العزيزة بداية سأقول لك أن المحافظة الضالع هي محافظة أصلا من كوبا منذ بداية الحرب نزح إليها العديد من أبناء محافظة تعز ومحافظة الحديدة إلى محافظة الضالع واليوم يعني مع أربع جبهات مشتعلة في محافظة الضالع جبهة الحشة وحمك ومريس والعود وجبن هذه والمناطق المجاورة لها أيضا نزح الكثير منها إلى المحافظة الضالع وأصبحت اليوم محافظة الضالع تعاني من الكثير نقص في الغداء والإمداد الغدائي ونقص في الدواء وكذلك انتشار أمراض الكوليرا بشكل فضيح جدا وسجلنا في مديرية الحشة أكثر من 1500 أسرة نازحة خصوصا منذ بداية دخول المليشيات في منطقة المشهد والسحبين والطاحون والدخلة والآن بالإضافة إلى منطقة الضوران ستشهد نزوح كبير وكذلك المناطق المجاورة كالجبل جبل الحشة بني صبح المليشيات الآن بالتأكيد سينزح هناك الكثير وخصوصا أنهم كانوا يدل المقامة والمليشيات كما فعلت في حجور ستكرر هذا السينايرو الموجود في مديرية الحشة ولا نأمن نكرهم بالنسبة لوجود الواقد المنظمات هناك تواقد ولكن بنسبة خفية جدا وكذلك عندما نتواصل مع المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة بهذا الخصوص تقول أن تتعدر أو هناك سبب يعني أن الاشتباكات الموجودة هناك يعني جعلهم أو أوقفهم من الوصول إلى هذه المديريات وكذلك أن واجب من واجب المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة أن أولا أن تتحل بالعامل الإنساني لكي تستطيع الوصول إلى هذه المناطق حتى وإن كان هناك ضرب رصاص أو غيرها نعم إذن شكرا جزيلا لك جلال الصمدي الإعلامي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن وينضم معنا عبر السكايب الناشط السياسي إبراهيم القاطبي من نيويورك مساء الخير أستاذ إبراهيم السلام أسأل مساء النور لك والمشاهدينك الكرام أهلا بك إذن أستاذ إبراهيم كيف تقرأ بداية تقدم ميليشيا الحوسي في أكثر من جبهة الحشة العود ذي ناعم يعني ما هو تفسيرك لهذا التهاوي السريع للشرعية أو المتسارع لمناطق الشرعية في وسط البلد؟ أنا في اعتقادي هناك عدة روايات في هذا المسألة الرواية بعض الرواية تقومون هناك ربما تقاصل وعادت اليمن إلى ما قبل ثورة 1962 وأيضا الثورة التي حصلت في الجنوب وأن الوضع الأعداء لكي تكون هناك يعني يعني خلقية سلالية بالشغال ومجلس التقالي جنوبي على شكل السلطات كما نراه من خلال النخب الرمية الجبوانية الضالعية وغيرها من النخب على شكل السلطات نحن في وضع يعني تتلاعب به أجندة إقليمية ودولية ليس لليمنين شأن بهم وإنما من خلال أدوات يمنية داخلية هذا مشكلة خطيرة نحن ما يحدث في مناطق الضالع والبيضاء ومناطق الأخرى يعني تتحمل المسؤولية الأولى ما يسمى الحكومة الشرعية والتحالف العربي أنا في اعتقادي أن التحالف العربي راضاً بما يجري هناك كما ذكرنا ميراناً بأنهم وصلوا إلى الحدف الذي ينشدونه وهو أن يبقى اليمن ومستقبله ضعيفاً أن لا يكون هناك جيش وطني حقيقي في اليمن ولا حكومة حقيقية في اليمن تهدد ليس فقط من الناحية العسكرية وإنما حتى من الناحية الاقتصادية كون اليمن يقع على أهم الممطات المائية الدولية وأيضاً موقع استراتيجي هام تتجاذب عليه الأقليم والدول العظمى إذن بهذا الشكل سيد إبراهيم السؤال الذي يطرح نفسه أين الجيش والشرعية مما يحدث صمت غريب لم نسمع لهم أي تبرير أي تفسير أي استجابة لكل المناشدات التي تتم من قبل مقامة هذه المناطق كان معنا قبل قليل الإعلامي جلال الصمد يتحدث بحرقة شديدة عن كمية المناشدات التي تمت ولم يتلقوا خلال شهرين أي استجابة أو حتى أي رد أنا في اعتقادي أنه على الشعب اليمني وبالذات الأحرار منه أن ينسوا موضوع ما يسمى بالشرعية هذه الشرعية هي ليست شرعية وإنما مجموعة من الفاسدين واللصوص وسرق الثورات وناس منتهزين لا يجدوا حتى في الداخل نحن من الأسف الشديد أن نسمي هذه الشرعية شرعية هي التي تنطلق من داخل البلد تكون في مواقع المواجهة هي من تقود وترشد الشعب والمقاومة والحشود الشعبية وإنما الشرعية التي نتحدث عنها هي في الفناتق خارج البلاد للأسف الشديد كنا نتمنى حتى لو أنها في فناتق داخل البلاد لكنها في فناتق خارج البلاد فلذلك لا يجب أن يعول على حكومة شرعية رئيسها ورئيس وزراءها ومسؤولينها بحاجة إلى تصريح من الإماراتين والسعودين لدخول البلاد فما بالك يعني بقيادة البلاد نحو تحرير من هذه الميليشيات فأنا في اعتقدي أنه لا يوجد لا حكومة شرعية ولا مسؤولين حكومين ما هو الحل يعني ما الذي يمكن بيد هؤلاء الأحرار الذي تتحدث عنهم في ظل خضلان حقيقي في ظل بطش الميليشيا يجب أن يكون هناك الأحرار من سياسين وبرنامجين وغيرهم الذين يؤمنون بحق السيادة يؤمنون بحرية اليمن ومستقبله أن ينشقوا عن هذه الميليشيات وعن هذا ما يسمى بالشرعية وأن يكونوا تحالف جديد لاستعادة الجمهورية والاستعادة الوطن من بطش الداخل الميليشيات الإنقلابية الحوثية وأيضا التحالف الخليجي الذي تقوده الإمارات والسعودية لا مفر من ذلك يعني قرب الوقت أو مبعد أنا في اعتقادي أن أكبر خطر على اليمن هي المملكة العربية السعودية والإمارات أما بالنسبة لميليشيات الحوثي فالشعب اليمني سيبقى على صراع معها هذه السلالة الوسخة إلى أن يقضوا عليها وبقاء الحوثيين بالسيطرة على المحافظات الشمالية والحاق الدمار والقتل بالمواطنين اليمنين بقاءه مربوط بتواجد هذا التحالف الإماراتي السعودي وهذه هي المشكلة الكبيرة لو أترك اليمنين حالهم من أجل تحرير وطنهم أنا في اعتقادي أنه تكونت مجموعات سياسية وعسكرية وغيرها من أجل التحرير الأخوة في موريس وفي البيضاء وفي تعز يعني يواجهون الحوثي بسلاح الدولة سرقها الحوثي لسنوات عديدة لأربع يعني الناس الذي في البيضاء وفي الضالع وفي مناطق أخرى كثيرة يحاربون بسلاحهم الشخصي لأربع سنوات بدون أي دعم حقيقي لا من الحكومة الشرعية ولا من التحالف العربي والمشكلة الكبرى الذي يواجهها الشعب اليمني أن هناك ما يسمى بشرعية وهم يعني يباع لليمنين وهي ليست شرعية ولا تتحكم لا في موقف لا سياسي ولا عسكري ولا غيره خرج وزير الدفاع قبل أيام يقول أنه حتى ليس لدينا جيش وطني يعني أربع سنوات يخرجوا يقولون هذا الكلام وهذا مشكلة حقيقية فأنا في اعتقادي أنه لابد للشعب اليمني أن يتحرر لابد أن يقود زمام الأمام بنفسه يعني نحن أمام مجاعة أيضا حقيقية وشحة في السلاح وشحة في كثير من الأمور لكن هذه مصير شعوب نحن نتكلم على مصير شعب اليمني ومستقبله لا يرتبط لا بفناتق الشرعية ولا بمليشية الحوثي فلذلك يجب أن يكون هناك طريق ثالث يكون هناك فكر جديد يدعمه كل كافة الشرائح اليمنية ومن ثم التواصل مع العالم الخارجي هذه الشرعية لا تتواصل حتى مع العالم الخارجي السفراء الشرعية عندما تتحدثين معهم يقول لك لماذا لا تذهبوا إلى الدول العظمى وتكونوا تحالفات جديدة من أجل استعادة الشرعية والجمهورية يقول لك نحن مع تحالف استراتيجي مع الإمارات والسعودية التي تقوض الشرعية وتمنحهم من الدخول إلى البلاد فنحن أمام خطر حقيقي لكن في آخر اليوم يعني رغم كل ما نمر به من كارثة إنسانية ومن خلق ماليشيات جديدة وتقويض النظام الجمهوري أنا في اعتقادي أن الشعب اليمني سينتشل نفسه من تحت الأنقاض ولا يتم ولا يمكن أن يسيطر لا على المناطق الجنوبية الحوثيين ولا على نخب أو ماليشيات تابعة للتحالف السعودي الإماراتي القذر في المناطق الجنوبية لكن أنا هي مشكلة خطيرة وكارثية لكن يجب أن نمر من خلالها ويجب أن نخرج منها من أجل أن ينتصر الشعب اليمني ويستعيد حقوقه والمسألة أنا في اعتقالي نحن أمام حرب طويلة المدى إلى أن يفكر اليمنين وبالذات النخبة السياسية التي تؤمن بالدولة التي تؤمن باليمن الموحدة التي تؤمن باستعادة الشرعية والجمهورية أما غير ذلك فهم مجرد خوانة ومرتزقة ليس فرق بينهم وبين الحوثي يتقاصمون الكعكة على حساب الفقراء والمساكين ودم الأطفال اليمنين وتمزيقه لأجندة إقليمية ودولية نعم إذن لو تحدثنا عن الرياض وأبو ظبي ما الدور الذي تلعبه في هذه الفترة يعني هل هناك ضوء أخضر للحوثيين لهذا التقدم إمدادات عديدة تتم يعني جبهات تلو الأخرى تسقط وربما لو سقطت بعض المناطق التي ذكرها ضيفنا السابق سيتم أو سيتمكن الحوثيون من قصف قاعدة العند وبعض مناطق عدن كما ذكرت مراراً وتكراراً أن المشروع واضح بالنسبة للمشروع الإماراتي السعودي وهو السيطرة على القرار اليمني إمكان أن يكون اليمن ليست دولة ولا ماليسية يعني هم سيطروا على كل ما يحتاجون إلي وما كانوا يهدفون إليه من خلال السيطرة على القرار السياسي السيادي اليمني في المحافل الدولية احتلوا الجزر اليمنية والآن يسيطرون على جزرنا في البحر الأحمر والمحيط العربي يسيطرون على السواحل اليمنية يسيطرون على المطارة اليمنية يسيطرون على كل شيء في اليمن يعني هم الآن ولديهم ليشيات تعمل على تأمين تلك السيطرة وهذه هي المشكلة الحقيقية فلذلك هم لا يعولون على أي شيء الحوثي لا يملك لا طيران ولا يملك قوة عسكرية حقيقية لمواجهة التحالف العربي أو العالم الخارجي لأن كما تعرف هناك تحالفات أخرى وإنما يريدون اليمن أن يكون ضعيفا مقسما يأكل الناس بعضهم بعضا وهذا ما يحدث هم حققوا هدفهم فلذلك لا يهم أي شيء المناوشات في حدود الظالع أو في البيضاء لا يهم التحالف العربي لأنه لا يشكل تهديدا خطيرا لتواجدهم في الأماكن التي يتواجدون فيها بل العكس يشقل اليمنين في أشياء أخرى يكرس وجود الحوثي في المناطق الشمالية لكن هذا أنا في اعتقادي هي ربما تكون فقط مرحلة عابرة لن تستمر إلى ما لا نهاية لن ينين أحرار ولن يقبلوا بكل هذا الدمار الذي يحل ببلدهم مهما كانت نقطة ضعفهم اليوم نعم إذا نسمحنا أنا أستاذ إبراهيم بالبقاء معنا سأعود إليك بعد أن ينضم معنا الأستاذ الإعلامي فوزي المريسي عبر الهاتف من القاهرة مساء الخير أستاذ فوزي مساء النور وأهلا بكم وكل السابق المشاهدين أهلا بك سيد فوزي وأود منك أن تطلعنا أو تحدثنا عن متابعتك لما يحدث من تساقط العديد من المناطق واحدة تلو الأخرى دون أي إمداد لا من الجيش ولا من التحالف نعم ما يحصل في الضالع هو تكرار لسيناريو ما حدث في حجور وأصبحت اليوم حجور هي المثل الذي يضرب لتهاوي بعض الجبهات في مختلف المحافظات والأسف الشديد الميليشيات تبحث عن تغارات تمكنها من العودة مجددا إلى الضالع وإلى الجنوب هذه الضغرات كان يفترض على الشرعية عندما بدأت الأحداث تضطرب في هذه المحافظة بعد أن تفرغت الميليشيات في كثير من الجبهات كان المفترض على المنطقة العسكرية الرابعة وأيضا على الوحدات العسكرية الموجودة في المنطقة أن تعمل حل هذه الفجوات والتي تبدأ من جبال العود وتنتهي بجبل الحشة الذي كان آخر المعاقل التي تتمركز فيها التي استطعت الميليشيات الدخول إليها في الساعات الماضية ولكن تم إهمال هذه المواقع وتركت الميليشيات وهي تارة تهاجم في العود وأخرى تهاجم في الحشة حتى تسنى لها أن تتوغل في جبل العود ومنها أيضا إلى جبل الحشة هذه التلبيات التي تترك أو هذه الثغرات التي تترك دون تعزيز يعني يمكن المقاتلين من الصمود في وجه الآلة الحوتية الضخمة التي حشدت فيها مقاتلين من مختلف المحافظات إلى هذه المواقع ولكن لا ندري ما هو السر لا ندري ما هو السبب الذي يجعل الشرعية ويجعل المنطقة العسكرية الرابعة تقوم بهذا الدور الغير إيجابي نعم إذن أستاذ فوزي يعني ماذا عن المدنيين يعني دخول ميليشيا الحوثي إلى هذه المناطق بالتأكيد يسحبه العديد من الانتهاكات خروج العديد من الأسر كنازحين ربما وصل إلى 1500 أسرة كما تحدث معنا ضيفنا السابق نعم بلا شك المدنيين هم الضحية الأكثر تضررا من هذه المواجهات والذين يعني موجة مزوحة تضاعفت خلال الساعات الماضية وشكلت يعني عبء كبير على المناطق التي ما تزال خارج سيطرة الميليشيات لكثرة إقبال النازحين من مختلف المناطق المجاورة إليها هذا ملف آخر يدفعنا هنا أن نوجه من خلال قناتكم رسالة للمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا ولي المنظمات الإغاثية أن تبادر لإغاثة ما أمكن من هؤلاء النازحين الذين اليوم يعانون الويلات بفعل اتساع رقعة المواجهات التي تمتد لعشرات القرى سواء في العود وحتى أخيرا قرى الحشاء نعم إذن شكرا جزيلا لك هزي المريسي الإعلامي من القاهرة كنت معنا عبر الهاتف عود إليك أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم ما هي خيارات أبناء المقاومة في ظل كل هذا الخضلان ما هي خيارات الناس في ظل عدم الاستجابة لا من المنظمات الدولية ولا من التحالف ولا من الشرعيات ما الذي يمكن عمله الخيارات حقيقة صعبة لأن ما يحدث بالذات في منطقة مريس ومنطقة الظالع على سبيل المثال ما يسمى بالقوات الجنوبية والحزوم الأمنية الجنوبية هي لأن تأتي حقيقة في حقيقة الأمر من أجل دعم هذه المناطق مريس والعود وظالع وغيرها وإنما أتت من أجل أن لا يتدخل الحوثي في مناطقها لم تأتي لتحرير هذه المناطق وإنما أن تستخدم هذه المناطق كدروع لتلك المحافظات الجنوبية وهذا مشكلة من الناحية لكل أبناء هذه المنطقة الشيء الثاني مواجهة أيضا مليشيات مليشيات الحوثي تملك كل سلاح الدولة ومقدراتها مواجهتها خطر حقيقي أن يصبح الإنسان يضحي بماله وأرضه ونفسه من أجل شرعية حاربة في الفنادق من أجل استعادة مالة على وجه التحديد لكن هناك الوطنين والأحرار ما زالوا يدافعون على أرضهم ومن حق كل مواطن يمني شريف أن يدافع على أرضه وعلى أرضه وعلى منطقته وعلى بيته فهذا حق لا يستطيع أحد أن يسلبه وهذا يجب أن يكون لكن المشكلة الثانية أنه ما الحل بالنسبة لهؤلاء المقاومون وبالنسبة للأسر التي تقع في هذه المناطق هل يبقوا فقط مسألة خط التماس لمليشيات الحوثي ولمليشيات الآثية من الجنوب هذه الكارثة على أبناء هذه المناطق وبالذات هذه المناطق هم الحقيقة أحرار اليمن الذين يدافعون على النظام الجمهوري وعلى اليمن ككل هنا نضع التساؤل هل يبقوا بالطريقة التي هم فيها مقابل تهجير أسرهم وأطفالهم وغير ذلك أم أنهم يجب أن ينحنوا للريح لكي يكون هناك مخرجا آخرا لكن الحوثيون كما تعرفي يقتلون يدمرون يعملون كل ما بوسعهم من أجل إذلال الناس وأهانتهم والواقع يقول الحوثيون سيستولون على هذه المناطق لم يكن هناك تدخلا من القوى المحسوبة على التحالف العربي والجيش الوطني لكن هذا ليس واردا فلذلك المسألة مسألة في اعتقاد أنه يجب على أبناء المنطقة والأحرار في تلك المناطق أن يقرروا ما هو الطريق الأنسب بالنسبة لهم ولأسرهم ولمستقبلهم أما أن يظلوا خطوة التماس فهذه الحارثة حقيقية لهم جميعا إذن شكرا جزيلا لك المحلل الأسياسي إبراهيم القاطب كنتم معنا عبر سكايب من نيويورك أشكركم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمنين جديد كنتم برائكة لحوانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر